بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما شفنا مساوئ اللي ترتبت على تطبيق النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي في الواقع كان لابد ان احنا ننتقل ان النظام اخر وهو النظام المختلط تعالى كده نعرف يعني ايه نظام مختلط النظام المختلط هو ليس نظاما مستقلا بذاته وانما هو خليط من نظامين طبعا رأسمالي واشتراكي مع بعض بس اخد بالك على ان يغلب عليه طابع النظام الذي كان قائما يعني ايه يغلب عليه طابع النظام الذي كان قائما يعني الدول اللي كان بتطبق رأسمالية الحرة في النظم التي كانت رأسمالية حرة لما تيجي تنتقل للنظام المختلط هتحتفظ بطابع الرأسمالي الحر علشان كده هنسمي النظام المختلط بتاعها نظام رأسمالي مختلط والدول اللي كانت بتطبق النظام الاشتراكي الكامل لما تيجي تطبق النظام المختلط هتحتفظ بجزء من الاشتراكية فعلشان كده هنسمي النظام المختلط بتاعها نظام اشتراكي مختلط طب ايه الحالات التي يتم فيها اللجوء لتطبيق النظام المختلط الحالات دية بتتمثل في الآتي أول حاجة أقدر أطبق النظام المختلط عند التحول من نظام إلى نظام آخر زي ما كنا بنتبق الرسمالية وتحولنا للاشتراكية ففي فترة انتقالية كده في النص غصبنا عني يلاقي ملكية خاصة مع ملكية عامة الاتنين موجودين مع بعض لغاية لما حول المجتمع كله من ملكية خاصة لملكية عامة اللي هي فترة الأسلوب التدريجي لو تفتكر معايا في المحاضرة اللي فاتت يبقى عند التحول من نظام لنظام آخر كفترة انتقالية غصبنا عني بطبق النظام المختلط أيضا يمكن تطبيق النظام المختلط لما تواجه الدولة أزمة اقتصادية زي ما تكون عندي دولة رسمالية والدولة دي وجهت مشكلة البطالة فعشان نحل المشكلة دي بنطالب بأن الدولة تتدخل تتدخل ازاي عن طريق انها مثلا تقدم حوافز للمستثمرين من القطاع الخاص وتقول لهم الآتي اللي منكم هيتوجه لإستثمرات كثيفة للعمل عشان يوفر فرص عمل هنديله إعفاء ضريبي هنديله مزاج جمركية يبقى فيه نوع من الحوافز بس مين اللي قدم الحوافز زي الدولة يبقى الدولة أصبح لها دور هنا خلي بالك رغم أن النظام هنا أو الدولة هنا دولة رسمالية حرة لكن أول ما ظهرت عندها الأزمة أصبحت هذه الأزمة تستدعي تدخل الدولة أيضا بطبق النظام المختلط عند عدم وصول الدولة لحالة النطج الاقتصادي وكلمة النطج الاقتصادي معناها أن السياسات الاقتصادية اللي بتطبقها الدولة غير فعالة يعني غير فعالة يعني لا تحقق أهدافها يبقى في الحالة دي مقدرش اعتمد على الدولة الوحدها أنها تدير النشاط الاقتصادي ومقدرش اعتمد على قطاع الخاص لوحده أن يدير النشاط الاقتصادي يبقى في الحالة دي لابد من تعاون القطاع الخاص مع الدولة طب تعالى كده نشوف بقى إيه هي السيمات النظام المختلط نجد الآتي أن النظام المختلط بيتسم بوجود الملكية العامة جنبا إلى جنب مع الملكية الخاصة أن النظام المختلط بيتسم بالاعتماد على جهاز السمن مع وجود قدر من التخطيط والتوجيه يبقى فيه هنا الأصعار بتتحدد وثقا للعرض والطلب بس فيه برضو نوع من التخطيط اللي هي أن الدولة بتحدد بعض السلع على أساس التسعيرة الجبرية خاصة السلع الأساسية سمات النظام المختلط أيضا هو تحقيق المصلحة الخاصة الممثلة في تعظيم الربح مع وجود رقابة من الدولة سمات النظام المختلط أيضا وجود دور اقتصادي للدولة والدور الاقتصادي ده بيتمثل في قيام الدولة بإنشاء مشروعات بنية تحتية يعني إيه بنية تحتية؟ يعني محطة صرف يعني محطة مية يعني محطة كهرباء يعني جسور يعني مواني يعني مطارات يعني طرق يعني إنارة كل ما يتعلق بالمرافق العامة يدخل معايا تحت كلمة مشروعات بنية تحتية أيضا الدولة أيضا لها دور اجتماعي يتمثل الدول ده في حماية العمال عن طريق قوانين الضمان الاجتماعي وأخيرا أحد آخر سمة من سمات النظام المختلط هو توفير الحرية للمستهلك مع المحافظة على حق المنتج في تعظيم أرباحه بدي المستهلك حرية في أن يختار السلعة اللي هو عايزها إزاي؟ إن أنا بحفز المنتجين ينتجوا السلعة دي اللي هو محتاجها وفي نفس الوقت المنتج بدي له حقه في أن يعزم أرباحه عن طريق أنه هو بفعل جهاز التمن وبخلي السلعة تتحدد أسانا عن طريق العرض والطلب طب المستهلك اللي ما يقدرش المستهلك اللي الدخل بتاعه ما يقدرش يخليه يشتري السلعة اللي هو عايزها بتيجي الدولة هنا تصرف له إعانات ودعم من هنا بيتضح لنا أن النظام المختلط ظهر له عدة مزايا وأيضا له بعض العيوب القليلة جدا أهم المزايا اللي ظهرت للنظام المختلط هو التوافق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة بس المهم يكون محددين كواس جدا دور الدولة إيه ودور القطاع الخاص إيه المزايا أيضا توافر الرقابة الحكومية الرقابة دي اللي بتضمن لي جودة مرتفعة للمنتجات اللي موجودة في السوق أيضا من ضمن المزايا حماية العمال من استغلال أصحاب الأعمال عن طريق طبعا الدور الاجتماعي اللي حلسة مكلمين عليه بتاع الدولة كمان من خلال النظام المختلط بضمن حماية مصالح المنتجين خاصة مصلحة المتعلقة بتعظيم الربح اللي دي مصلحتهم الأساسية مع تحقيق حرية المستهلك دي بالنسبة للمزايا بتاعة النظام المختلط لكن في بعض العيوب أنا بعتبرها عيوب بسيطة جدا ما تعبش يعني نظام نفسه أهم العيوب دي لما تكون ما فيش حدود فاصلة بين دور الدولة ودور الجهات الخاصة أو دور القطاع الخاص ده معناه أن الاتنين بينزلوا السوق بنفسه بعض هي دي المشكلة في بعض الدول ما قدروش يعملوا فاصل بين الدولة هتقوم بإيه والقطاع الخاص هيقوم بإيه فكانت النتيجة أنهما الاتنين بيدخلوا في نفس القطاع في نفس الصناعة وبينزلوا السوق بنفسه بعض طبعا دعيب خطير جدا النقطة التانية صعوب التحديد السياسات اللي بتستخدم في تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي إحنا قلنا أهم حاجة هنا إذا كنا عايزين نعمل نظام اللي نقدر نتلافى بيه العيوب بتاعة الرأس مالية والاشتراكية يبقى لازم نحدد إيه هي السياسات اللي لازم نطبقها عشان نقدر نضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الدخل القومي بس المشكلة أن السياسات دي لم يتم تحددها بشكل دقيق ده بالنسبة للنظام المختلط والنهارده نقدر نقول إن معظم وإن ما كانش كل دول العالم بتطبق هذا النظام النظام المختلط إلا إنه بالرغم من كده ظهر لنا كده في النص نظام جديد وهو النظام الاقتصادي العالمي الجديد النظام الاقتصادي العالمي الجديد اللي احنا بنسميه أو كنا بنسميه في بدايته العول كنا بنسميه في بدايته العولمة يعني إيه عولمة؟ العولمة هي اتباع نظام السوق المفتوح يعني كل الدول تفتح أسوأها وجعل العالم كله قرية صغيرة يعني إيه كل الدول تفتح أسوأها؟ يعني حضرتك تفتح السوق بتاعك أي سلعة تدخل أي فرد يدخل أي رأس مال في شكل مشروعات أو في شكل قردة أو في شكل معونة يدخل يبقى في حرية في انتقال السلعة في انتقال الخدمات في انتقال رؤوس الأموال سوق مفتوحة فكلمة عولمة تعني اتباع دول العالم لنظام السوق المفتوح وجعل العالم كله قرية صغيرة طب إيه الأهداف من وراء تطبيق العولمة دي؟ إيه أهداف العولمة؟ الهدف الأول توجه العالمي نحو تحرير أسواق التجارة جعل أسواق التجارة حرة زي ما قلنا وبالتالي لما كل أسواق كلها حرة ده معناه زيادة حجم الإنتاج لأن السلعة بقى راحة جاية في أي دولة هي عايزاها فده معناه أن أنا قدر أن تجبل حجم الكبير جدا ليه؟ لأني هتعامل مع أسواق العالم كله ولما حجم الإنتاج بتاعي يزيد ده معناه أن فيه زيادة كبيرة في حجم التجارة العالمية صدرات وردات وده معناه أن هناك زيادة فروس للأموال الناتجة عن زيادة حجم التجارة العالمية بالإضافة إلى أن هدف رئيسي من أهداف العولمة هو حل المشكلات المشتركة بين الدول زي قضايا البيئة طب إيه الأدوات المستخدمة في تحقيق الأهداف اللي احنا قلناها دي بتاعت العولمة؟ الأداء الأولى هي المنظمات الاقتصادية الدولية هذه المنظمات اللي بتتحكم فيها الدول القبرى وهنعرف كمان شوية من خلال السماد بتاعت النظام إزاي المنظمات الاقتصادية دي تقدر أنها تتحكم في دول العالم من خلال العولمة أيضا أداء أخرى هي العقوبات الاقتصادية اللي بتستخدم كوسيلة من وسائل الضغط ضغط الدول الكبرى طبعا على الدول النامية أو الدول الأقل منها بشكل عام في حالة أن الدولة دي ترفض أنها تحقق أي هدف من أهداف العولمة أيضا أدوات العولمة الاستثمار الأجنبي اللي هو ممكن يكون استثمار مباشر أو استثمار غير مباشر الاستثمار المباشر اللي بياخد شكل شركات متعددة الجنسيات بينتقل المستثمار الأجنبي عشان يعمل شركة ليه أو مشروع ليه في دولة أخرى عشان يستفيد من انخفاض تكاليف العمالة في الدولة دي أو يستفيد من توفر المادة الخام فيها أو استثمار غير مباشر بياخد شكل أن المستثمار الأجنبي يقوم بشراء أسفل مساندات في سوق الأوراق المالية لهذه الدولة أيضا من أدوات العولمة الأخرى التكتلات الاقتصادية الدولية اللي هي يعني إيه تكتل اقتصادي يعني انضمام عدد من الدول في كانوا واحد زي الاتحاد الأوروبي مثلا أيضا أدوات العولمة وسائل الإعلام اللي هي بتدعو الأفراد في الدول النامية تحديدا لاستهلاك سلع ليسوا في حاجة ليها وإيه الغرض من انهم يستهلاكوا سلع ما عندهمش استخدام ليها أو مش محتاجين ليها أو ممكن يعيشوا من غيرها الغرض الرئيسي أن هذه السلع اللي بينتجها الدول المتقدمة فنضمن من خلال استهلاكهم للسلع دي أن تظل عجلة الإنتاج في هذه الدول اللي هي دول المتقدمة يعني تعمل باستمرار وآخر أداء من أدوات العولمة هي الإنترنت اللي بيستخدم لنفس الغرض بتاع وسائل الإعلام النهاردة من خلال التجارة الإلكترونية طب تعالوا بقى طبعا العولمة اللي ظهرت دي بأدواتها بأهدفها قدت لظهور النظام العالمي الجديد اللي احنا بنتكلم عليه تعالوا نشوف إيه خصائص أو سمات هذا النظام العالمي الجديد أول خاصية أنه طبعا نتيجة ربط أسوأ العالم ببعضها أصبح الدول العالم عرضة للتأثر بأي أزمة تحدث في أي دولة أخرى والدليل على ذلك إرجع لأزمة الرهن العقاري اللي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر 2008 بص كده شوف إيه اللي حصل هتلاقي دول العالم كلها تأثر بيها حاجة تانية أن السياسات الاقتصادية المطبقة في الدول المتقدمة أصبحت هي التي تتحكم في اقتصاديات الدول النامية وهنفهم إزاي دلوقتي الحاجة التالتة ظهور منتج واحد يحمل نفس الاسم ونفس العلامة التجارية وينتج في العديد من دول العالم زي النهاردة بيبص لمنتج زي باناسونيك تلاقي حضرتك منتج في كذا دولة شوية تلاقي منتجات باناسونيك مكتوب عليها ميدين شاينة شوية تلاقيها ميدين تايوان شوية تلاقيها ميدين هونغ كونغ يعني منتج واحد وليه نفس العلامة التجارية وبينتج في كذا دولة من خلال الشركات متعددة الجنسية أيضا من خصائص النظام العالمي الجديد انتشار التكتلات الاقتصادية اللي أصبحت قوة لا يستهم بها كمان التفاوض في توزيع الدخل العالمي لصالح الدول المتقدمة وحديثة التصنيع وأخيرا من سمات النظام العالمي الجديد وأهم سمة من سمات هذا النظام أن المنظمات الاقتصادية الدولية هي من تدير هذا النظام برمته إزاي؟ تعالى كده نشوف هتجد الآتي أن أنا عندي أول منظمة موجودة عندي هي صندوق النقد الدولي ثاني منظمة هي البنك الدولي اللي بيسيطر على النظام المالي العالمي ثالث منظمة منظمة التجارة العالمية التي تسيطر على النظام التجاري العالمي لما تيجي حضرتك تبص هتجد أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد ما هو إلا مسلس رؤوسه الثلاثة هي الثلاث منظمات اللي عندك دول اللي هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية يعني نقدر نقول بقيام مصر بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي اللي وضعه هو صندوق النقد والبنك الدولي يبقى نقدر نقول أن مصر تندمج في النظام الاقتصادي العالمي الجديد هم من يديروا هذا النظام هم اللي بيقولوا لنا إيه السياسة اللي انطبقها وإيه السياسة لما انطبقهاش نعمل اين؟ تصرف ازاي؟ هم اللي بيحطوا لنا برنامج الإصلاح عشان كده بنقول أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد ما هو إلا سيطرة من هذه المنظمات هم اللي بيديروا النشاط الاقتصادي في العالم كله